لا شيء يسر عدن كلما اقترب موعد حلول فصل الصيف وهي المدينة التي بات الصيف يشكل فيها كابوسا مقلقا للسكان نظرا لارتفاع درجة الحرارة ورطوبة واستمرار انقطاع خدمة الكهرباء التي تشكل رئاة عدن وبقية المحافظات الساحلية عرفت اليمن الكهرباء اول مرة في عدن عام 1926 عندما انشأت سلطة الاحتلال البريطاني اول محطة لانتاج الطاقة الكهربائية في منطقة حجيف وكانت عبارة عن محطة بخارية بطاقة ثلاث ميجاوات بهدف تلبية احتياجات القاعدة العسكرية البريطانية مع بداية الثلاثينيات تم بناء محطة اخرى تعمل بوقود الديزل بطاقة ميجاوات واحد لنفس الغرض اضافة الى مد خطوط الشبكة للمواقع القريبة من محطة التوليد لأولئك الذين كانت دخولهم النقدية تسمح لهم بالحصول على هذه الخدمة غير ان المدينة التي شهدت انوار الكهرباء لاول مرة في القرن الماضي لا تزال تبحث عن النور صيف عدن وسؤال الكهرباء يتجدد كل يوم كلما اقتربت المدينة القريبة من بحر العرب من فصل الصيف الذي يحول المدينة وبقية المدن الساحلية الى ما يشبه الجحيم خصوصا في المنازل التي تفتقر للتهوية الجيدة داخل الاحياء المستحمة بالسكان الفجوة الحاصلة بين الحكومة وقيادة محافظة عدن وتأثيرها على الخدمات واداء سلطة التنفيذية تلقي بظلالها على الخدمات المتصلة بيوميات المواطنين في ظل الاتهامات المتبادلة بين السلطة دونما حلول جذرية للمعاناة التي تتجدد مع غروب شمس كل يوم مستوى الخدمات في عدن وبقية المحافظات المحررة وأسباب إعاقة توفيرها بالشكل المطلوب تظل العنوان الأبرز بالنسبة للمواطن الذي ينتظر حضور الدولة من خلال الخدمات والجانب الأمن أكثر من انتظاره الخطابات والتصريحات وحديث السلطات لعدسات الكيمراء شهدت المدينة خلال الفترة الماضية تجاذبات واتهامات متبادلة بين السلطة المحلية ورئاسة الحكومة في ملف الكهرباء والخدمات وهو ما يعكس حالة من عدم الانسجام في فريق يفترض أنه يعمل جنبا إلى جنب من أجل خدمة المواطنين ليبقى السؤال الأهم هل ستشهد عدن وبقية المحافظات الساحلية المحررة صيفا مختلفا هذه المرة بوجود مستدام للكهرباء لتقدم السلطة رسالة تطمئنان للمواطنين عن حضور الدولة التي يدفعون تضحيات ضخمة في سبيل استعادتها أم أن المعاناة ستستمر لفصل آخر